من محطة معالجة الصرف الصحي في القليوبية نتحول الآن إلى مكان آخر ومحطة كهرباء ففي إطار التنمية المستمرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ينضم إلينا زميل محمد أبو عيطة من مدينة بدر وذلك لطلعنا على المزيد من التفاصيل إذن نتحول الآن إلى زميل محمد أبو عيطة إليك في البداية دعافة أن مدينة بدر انشأت عام 1982 عندما صدر القرار بإنشائها وحتى عام 2014 فإن هذه المدينة الوعدة لم تكن قد تجاوز عدد الوحدات السكنية بها الأربعة عشر ألف وحدة سكنية الآن وفي خلال السبع سنوات الماضية وبداية من 2014 حتى هذا العام 2021 أو مطلع هذا العام كان عدد الوحدات السكنية قد تضاعف ثلاث مرات ليبلغ 55 ألف وحدة سكنية في هذه المدينة بالتالي هذه المدينة استفادت من حركة العمران الذي امتد خلال السنوات الماضية شرق القاهرة مستفيدة من موقعها على طريق السويس وقربها الكبير من العاصمة الإدارية أيضا الحكومة في خلال تخططها للانتقال إلى العاصمة الإدارية تضع أيضا بدر على رأس اهتماماتها لأنه بدر أيضا تضم عدد كبير من الوحدات السكنية التي تم تجهزها بالفعل للانتقال وخصصة لسكن العاملين بهذا المشروع الكبير بمشروع العاصمة الإدارية وخاصة أعضاء الجهاز الإداري للدولة الذين سينتقلون فورا افتتاح العاصمة الإدارية وبالتالي أيضا بدر في خلال هذه السنوات ومع امتداد حركة العمران إليها وتضاعف كل هذه الكمية من الانشاءات كان يلزمه أيضا حركة كبرى تناسب كل هذا الحجم في حركة كبرى وتنمية كبيرة على صعيد البنية التحتية الشاملة أتحدث اليك الآن من محطة محاولات مدينة بدر وكما تعلمين فأن شبكات الكهرباء بشكل عام تتكون من ثلاث حلقات رئيسية الحلقة الأولى هي حلقة التوليد وهي هنا المدينة تقع بالقرب من محطة توليد العاصمة الإدارية طبعا هي الأحدث والأكبر في إقليم القاهرة الكبرى ثم تأتي بعد ذلك شبكة النقل وثم الحلقة الثالثة قبل المستهلك هي حلقة التوزيع نحن الآن نتحدث عن الحلقة الثانية تحديدا وهي حلقة التوزيع وينضم إلينا معاون رئيس جهاز مدينة بدر المهندس علاء الدين السيد لطفي برحب حركة بش مهندس أهلا بصدر يا فندم بصدر مشاهدين أولا يا فندم ضعنا وضع المشاهد أيضا في صورة أهمية محطة المحاولات التي نتحدث منها نحن حاليا دلوقتي موجودين في محطة محاولات بدر 2 دي محطة صراحة عملاقة المحطة دي بيتؤتم لما جينا نفكر أن نعمل إنشاءات أو نعمل توسعات في المنطقة لانتداد الشارع لمدينة بدر كان لازم أن نغزل مشاريع ديات بالكهرباء عملنا تنسيق مع شركة مصرية لكهرباء وبدأنا بالفعل أن نصمم المحطة دي لغاية وبدأنا ننفس فيها المحطة دي وصلت تكلفة دي اسمارية تقريباً 607 مليون جنيه المحطة الحمد لله وضعنا عليها جهد في 31-12 اللي فات وبالفعل دلوقتي هي داخل الخدمة وبنغزي بها طبعاً المشاريع القوامية الجبيرة اللي موجودة في مدينة بدر بالأخص طبعاً لو أخص على سبيل المثال عندي مشروع للمنطقة صناعية 800 هدان اللي هو مطقة المطورين الصناعيين عندي مشروع تنفيذ 842 عمارة أسكان اجتماعي في الحي السابع عندي مشروع تنفيذ 351 عمارة أسكان اجتماعي في المدينة وأخيراً طبعاً وليس أخيراً عندي مشروع ساكن العملي بالعسام اليدرية جديدة بشكل ببشرط بس مهندس يعني عرفنا وظيفة هدي المحطة المحطة ديت ببساطة جداً أنا عندي الشبكة في مصر عموماً بتبقى جهدها 126-622 المحطة دي مهمتها أن هي تحول الجهد من 220 كيلو توصله لي إلى 22 كيلو 22 كيلو ده بعد كده باخده على هيئة حلقات أغذي به المحاولات اللي تبقى موجودة في الشوارع عشان يحول لي بعد كده من 22 كيلو يوصله لي إلى 380 المحطة ديت محطة طبعاً جهد إذا أقولت عدريك جهد 226-22 يعني مهمتها أن هي تحول من 226-66 كمرحلة أولى وبعد كده تحول من 66-22 كمرحلة تانية كدرة المحطة دي إحنا بنتكلم في 275 ميجا فولت أمبير على المحطة الأولى وهي من 226-66 على المرحلة الثانية بنتكلم في 320 ميجا فولت أمبير بشمانت سعلا يعني التفاصيل اللي حراك بتحكيها وأيضاً هذا الجهد في الانتقال من بتدريج من جهد أعلى إلى جهد أقل ليناسب للسلاك المنزلي لابد أنه يعد لأنه يخدم عدد كبير من الوحدات السكانية وربما مشروعات مستقبلية أيضاً يعني حراك دعنا في صورة حركة الإسكان خلال الفترة الحالية في مدينة بدري على مختلف أنواع هو طبعاً زي ما حضرتك زكارت صراحة فيه طفرة كبيرة جداً تمت في المدينة في الفترة اللي فاتت بالذات الست سنين أو السبع سنين اللي فاتوا احنا بنكلم تقريباً من سنة 82 كراءة إنشاء المدينة لغاية سنة 2014 اجمال العدد وحدات السكانية اللي تنفزت في المدينة تقريباً 14 ألف وحدة من 2014 لغاية وقتنا الحالي دلوقتي احنا نفزنا 55 ألف وحدة إسكان اجتماعي نبتكلم كوحدات إسكان اجتماعي دول تنفزوا بالكامل وتسلموا أو جاهزين للتسليم للسكان طبعاً ده طبعاً نتيجة قرب المدينة من العاصمة الإدارية جديدة صراحة كان دلل ليه مرضوط إيجابي كبير قوي على المدينة وعلى حجم الاستثمارات وحجم المشاريع القومية اللي بقتت نفس في المدينة في الفترة الأخيرة من بين يا فندم 55 ألف وحدة في وحدات حوالي 10 ألف و 9 ألف وحدة سكانية تقريباً أويزين عن ذلك خصوصة وهي مخصوصة للانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية هل انتهت بالفعل فندم أم لازالت قاعدة تطوير نحن طبعاً هنا طبعاً بننفذ مشروع ساكل عاملين بالعاصمة الإدارية جديدة المشروع ده هيبقى مخصص لزميلنا في الجهاز الإدارية الدولة اللي هيتنقله بالعمل للعمل إن شاء الله في حيال وزرات بالعاصمة الإدارية جديدة المشروع ده عندي مرحلتين مرحلة أولى ودي فعلاً نتناهد بالكامل المرحلة دي بنتكلم في 376 عمارة بإجمال عدد 9,024 وحدة سكنية تمام؟ ودي نسبة إنجاز تقريباً 99% المرحلة الثانية أنا بتكلم في 196 عمارة بإجمال عدد 4,704 وحدة سكنية ودي نسبة إنجاز تخاطط 20% مع أننا نحن سبقين من شهر تقريباً لو هتكلم على المرحلة أولى مرحلة أولى إحنا الحمد لله خلاص أن هنا المرحلة تقريباً نتكلم في التفنيش المرحلية عن 9% خلاص أن هنا الحمد لله المرافق بالكامل شبكات صرف شبكات ميا شبكات راي شبكات كهرباء بالكامل جهد متوسط منخفض واطلقنا طيار فعلاً على المشروع شبكات اتصالات بالكامل منفزة شبكات غاز بقدر الحمد لله منفزة ودفعنا غاز في الشبكة يعني بأتكلم تقريباً أن المشروع مكتمل تماماً يعني تماماً وجهز إن شاء الله للتسليم لزمانا بإذن الله في الحين انتقالهم بإذن العاصمة الإدارية الجديدة على خدمة الجي بي اس المعروفة على الموبايل بش مهندس من هنا لحد السكن لحد الحي الوزرات في العاصمة الإدارية أقل من 20 كيلو متر تقريباً حدثنا أيضاً عن الإسكان الاجتماعي اللي حضراتكم بتنفذوه خلال هذه الفترة كواحد من أهم طبعاً يعني المقاصد اللي بيبحث عنها المواطن خلال هذه الفترة طبعاً طبعاً انت عارف طب كان مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التوفير حياة كريمة للمواطنين اللي هي مبادرة سكن لكل مصريين لإسكان الاجتماعي الحمد للهي هنا بدر يعني عندها كمية كبيرة جداً من وحدات الإسكان الاجتماعي زيما تحضراتك تقريباً تخطينا لـ 55 ألف واحدة سكنية حالياً في الوقت الحالي أنا عندي هنا في المتدى الشارية 351 عمارة إسكان الاجتماعي دول انتهوا بالكامل عندي 842 عمارة إسكان الاجتماعي في الحي السابع دول برضو خلصانين الحمد لله أنهناهم بالكامل أو تم تنفذهم منتهوا بالكامل عندي في الحي الخامس 251 عمارة برضو تم انتهوا بالكامل المهندس علاء الدين السيد لطفي معاون رئيس جهاز تنمية مدينة بدر الجديدة أطلعنا على العديد من التفاصيل دعاء وفي هذه التفاصيل أيضاً فإنه الميزانية التقديرية لكل عام هنا في مدينة بدر الآن أصبحت أكثر أو تزيد عن المليار وستمائة مليون جنيه اللي تناسب طبعاً كل هذه المشروعات اللي نتحدث عنها وصيانة وامتداد المرافق الجديدة لكل أنحاء المدينة استعداداً لحركة الانتقال الكبير المتوقع خلال الفترة المقبلة مع بداية تشغيل العاصمة الإدارية لكل هذه الماليين التي ستكون هذه المنطقة بتوفر لها حياة مختلفة وحياة جديدة تماماً هنا في هذه المنطقة إليك دعاء نعم بالفعل محمد حياة مختلفة وحياة جديدة وحياة كريمة وتطوير في كل المجالات وفي كل الأماكن في نفس التوقيت محمد أبو عيطة جزيل شكر لك على هذه المتابعة وهذه الجولة داخل المدينة من خلال ضيفك الكريم ترجمة نانسي قنقر